فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج النداء نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفينها الكريم صاحب الفضيلة لعلم العلامة فضلة الشيخة الدكتور محمد حسام سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله دكتور حياك الله وبركاته وفيك بارك سيد الكريم واصلا بما سبق كنا تكلمنا في العنصر الرئيسي هي أن الإيمان يزيد وينقص وظلتك أصلت لهذا بالشواهد والأدلة وقلنا من عوامل زيادة الإيمان معرفة الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قرية القرآن والتدبر فيه ثم توقفنا في محطة مع التأمل والتفكر بأنواعه وأشكاله نكمل رحلتنا مع أسباب زيادة الإيمان ونقف عند محطة الفرائد والإكثار من النوافل ماذا يعني هذا المصطلح الفرائد والنوافل الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك ولا ريب أن من أعظم أسباب تحقق الإيمان فضلا عن تجدده وزيادته أن يحافظ المؤمن على الفرائد وأن يكثر من النوافل فلا تحقق الدين أصلا إلا بالفرائد أساسا نعم بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه أركان الدين من أداها فقد أقام دينه ومن ضيعها فقد ضيع دينه بالكلية ولو ركنا منها ومن ضيع ركنا من هذه الأركان فقد ضيع ركنا من أركان دينه فقد ضيع ركنا من أركان دينه في رواية جميلة أو في صحيح مسلم نعم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ونزلوا القرآن تبدأ لكم فيقول كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل رسول الله ونحن نسمع انظر إلى أدبهم يقول أنس فجاءه رجل من أهل البادية فقال كان مسلما من أهل البادية ولماذا لم ينهى كما نهي الصحابة أيضا الصحابة لهم أدب خاص بهم فهم أعرف الخلق بقدر نبيهم صلى الله عليه وسلم يعني ذكرتني بحديث آخر في الصحيحين أنهم كانوا يتورعون من الإجابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعلمونه خشية أن يقدموا بين يدي الله ورسوله بمعنى ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم سألهم في يوم الحج الأكبر في حجة الوداع قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم وهم يعلمون قال أليس ذا الحجة أليس ذا الحجة أي شهر هذا قال أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى إذن هم يعلمون أنهم في شهر ذا الحجة ولما لم يجيبوه إنه الأدب وما موطن الأدب في هذا سيد الكريم والامتثال خير من الأدب وقد سأل عليه صلى الله عليه وسلم نعم أدب الصحابة رضي الله عنهم فيه من الإجلال هذا ما فيه فسكتوا عن الإجابة لما يعلمونه ظنا منهم أنه صلى الله عليه وسلم ما سأل إلا وهو يريد أن يشرع أمرا أي شهر هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس ذا الحجة قالوا بلى قال أي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم الله أكبر أليس يوم النحر قالوا بلى قال أي بلد هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال أليس بلد الله الحرام بلدهم قالوا نعم قال فإن رماءكم وأموالكم وفرواة وأعراضكم حراما عليكم كحرمة يومكم هذا في شاركم هذا في بلدكم هذا الشاهد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لفرط أدبهم وشدة إجلالهم لنبيهم يخشون أن يقدموا بين يديه فكان يعجبهم أن يأتي الرجل ولذلك لحظ كلمة العاقل ما يبقاش قلف ما يبقاش فض وغليظ يسيء هذا معروف في البادية الأجلاف يعني عندهم غلظة وفضضة يعني يريدون أن يكون رجلا عاقلا لا يسيء إلى أبهة النبوة الله جميل فقال هذا الرجل يا رسول الله أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك حوار شديد جد لم يكونوا مؤمنين بعد هو مسلم لكنهم أهل بادية عايز يعرف يعني لكن بشكل شرس هذه طبيقتهم في السؤال وهذه طبيعتهم هذه طبيعتهم التي لم يجاوزوا بها الأدب من منظوره هو أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك انظر إلى الأدب النبوي قال صدق بس لم يقل لقد أسأت التعبير ولم يقل لقد أسأت الأدب ولم يقل ألم تعرف ولا أحترم كلامك ألم تعرف مع من تتحدث مع من تتكلم مقاه النبوة وأبهة وجلال وتوقيرها قال صدق لم ينهر أحد من الصحابة أبدا اسمت يا رجل ماهن أبدا قال صدق فسأل الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فمن الذي خلق السماء قال الله قال فمن الذي خلق الأرض قال الله قال فمن الذي نصب الجبال وجعل فيها ما جعل قال الله قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال آه الله أرسلك هذا جميل قال نعم قال وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قال صدق قال فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ أَا اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا قال نعم قال وَزَعْمَ رَسُولُكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْنَا صِيَامَ شَهْرٍ فِي عَامِنَا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال وزعم رسولك أن الله فرض علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال فبالذي أرسلك آه الله أمرك بهذا قال نعم قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص وقد آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي أنا ضمام بن ثعلبة وافد سعد بن بكر جميل حديث رائع جدا يبين أركان هذا الدين لكن هنا بعد إذن فضلتك لا يزيد على هذا يعني يؤدي الفرائض فقط هكذا قال نعم ولابد لنا فعلا من وقفة لأننا قررنا الفرائض بالنوافل نعم وسنبين أنه لا يمكن على الإطلاق أن يأتي أي مسلم وأنا أعي ما أقول أي مسلم بالفرائض كاملة على مراد الله ورسوله لا بد أن ينتابها النقص والخلل طيب ولما لا ونحن نتبع ونسير على المنهج والهدف قد يقع النقص في ركن من أركانها نسيانا سهوا عجزا ضعفا أو في هيئة من هيئاتها أو في واجب من واجباتها أو في صفة من صفتها فضلا عن الخشوع من الذي يحققه من الذي يحقق الخشوع الآن في الصلاة وإن حققه في وقت ربما يضيع منه في أوقات نعم فهناك نقص حتمي فتأتي النوافل والشنبين وذلك أوليس الخشوع في الصلاة وعدم الحركة السكون وعدم الحركة الخشوع خضوع القلب وسكون أعضاء البدن جميل خضوع القلب هذا قيد لا بد من ليس أن تكون أعضاء البدن فقط إطلاقا القرآن يستخدم الخشوع محله القلب فتنعكس آثاره على هذا البدن فيسكن ويخضع ويخشع ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم فنسب الخشوع للقلوب ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق قال عبد الله بن مسعود ما كان بيننا وبين نزول هذه الأوة وبين إسلامنا إلا أربع سنوات عاتبنا الله عز وجل بها ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فالخشوع محله القلب لكن تنعكس آثاره على البدن فترى البدن ساكنا وترى البصر خاشعا خاضعا يعرف جلال من هو واقف بين أديه سبحانه وتعالى انكسار انكسار الخضوع انخفاض نعم والخشوع انخفاض والسكون نعم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم آه فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم تأخذ من أغنائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم ما معنى كرائم أموالهم ما يعتزون به من أموال من إبل وأنعام وأموال يحبونها لا يستولى عليها لا تأخذها وإياك وكرائم أموالهم ولا المصلحة العامة يعني لا تأخذ إلا ما يقدمونه لك هم عن حب ورضا مطيب خاطر انظر إلى معالجة النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب هؤلاء وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب هناك أيضا رواية أخرى في قضية الفرائض في الصحيحين أيضا من حديث طلحة بن عبيد اللي رضي الله عنه قال جاء رجل فائر الرأس فائر الرأس من أهل نجد يسمع دوي صوتي من بعيد ولا يفقه ما يقول أعرابي برضو حتى إذا دنى من رسول الله فإذا هو يسأل عن الإسلام جميل فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في الليل والليلة قال هل علي غيرها قال لا شو بقى القيد هنا إلا أن تتطوع لكنه لن يتطوع الرجل التتم لحديث أنس الماضي نعم سنبين يعني هناك فرائض ويتطوع وارد النفل بقى المرض بالتطوع هنا النوافل والنوافل حين سنات هذا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام نعم لا الفرائض أوامر له لنا الفرائض الفرائض أيوة هي أركان هذا الدين التي افترضها رب العالمين وسيد النبيين على عبادة أما النوافل فهي الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من فريضة إلا وقد جعل الله عز وجل لها من جنسها نافلة لك الفرائض ألم يفرضها الله وحده دعنا نتفق على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشرع مع ربه جل جلاله يقينا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم لا تقدموا بين أيدي الله ورسوله قال ابن عباس أي لا تقول خلاف الكتاب والسنة قال القرطبي أي لا تقدموا قولا على قول الله ولا تقدموا قولا أو فعلا على قول وفعل رسول الله فإن رسول الله لا يأمر إلا بما أمر به من الله منعم بالله جميل يبقى الفرائض يشرعها ديننا قرآنا وسنة فديننا قرآن وسنة وقد بينا في لقاء أنا قم غرض من سؤال الفضيلتك أن الناس تقف عند الفرائض لأنه من عند الله فقط نعم الفرائض من الله عز وجل النوافل من الرسول صلى الله عليه وسلم وسنبين قدر النوافل وعظمتها وأهميتها وجلالها بالنسبة للمسلم الذي يظن أنه إن حافظ على الفرائض وحدها كفى لا الفرائض التي تؤديها فيها نقص فيها نقص حتمي ويجبره النفل طب هل الفرائض هذه معروفة غير الأرقان الإسلام الخمسة هل هناك مزيد من هذه الفرائض حتى علامها كل المسلمين نعم مثلا يعني بر الوالدين هذا من الفرائض هذا من أعظم الفرائض من أعظم الواجبات لأن البعض يتصار كما تفضلت أن الفرائض هي الخمسة أركان هذه أركان الدين أما الفرائض التي فرضها رب العالمين فكثيرة بر الوالدين يعني الخمس أركان دول ليس هما الإسلام فقط هم أركان الإسلام هناك من يقول هذا هو الإسلام فقط هم أركان الإسلام هذه هي أركان الإسلام لكن بر الوالدين من الفرائض من الواجبات العظيمة نعم الإحسان إلى الجار الله أكبر الحفاظ على الدماء الله أكبر الحفاظ على الأعراض الحفاظ على الأموال عدم انتهاك الحرمات عدم تعدي حدود رب الأرض والسماوات كلها واجبات لا يتم دين المرء ولا يكتمل إلا بآداء هذه الفرائض وآداء هذه الواجبات إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها الله حديث حديث جميل روضارة قطي باب الأمانة نبين بسند حسنه بعضهم العلم وضعف إسناده بعضهم من باب الأمانة العلمية إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها كما قال مثلا عليه الصلاة والسلام إن الله فرض عليكم الحج فحج فقام رجل أنه قال والأقرأ ابن حيوس في بعض الرواية قال أكل عام يا رسول الله فسكت فقام ثانية أكل عام يا رسول الله فسكت فسكت من قبل التوسع يعني الله يفتعليه نعم فقام ثالثة أكل عام يا رسول فقال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت الله يعلمه الصبرقي لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ولما استطعتم لكن حتى في القرآن من استطاع لا يجي سبيل من العرب نعم لا تعارض لا تعارض فالحج على الاستطاعة طب إذن حديث فضلتك ذكرنا بالأعراب الذي قاتل الرسول في نهاية الحديث ونسمعهم فضلتك قال ولا أزيد شيئا وحيدا قال أفلح إن صدق هو نفس الحديث الذي ذكرته حديث ضمام ابن ثعلبة في بعض الروايات قال أفلح إن صدق مش كده هو اختصر على خمس حاجات فقط نعم الأركان هذا سؤال الفضلتك من يقتصر على الأركان الخامسة يكون قام بالفرائض نعم يقينا من اقتصر على الأركان الخمسة يكون قد أدى الفرائض يجبر نقصه في آداء هذه الفرائض وهو أمر حتمي لبشريته التي لا نفك عنها إنسان يجبر هذا النقص النفل فلقد جبر الله عز وجل نقصة كل فريضة بنوافل من جنسها خذ هذا الحديث الحديث وهو حديث جميل رواه أصحاب السنن نعم من حديث أبو عريرا ومن حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة نعم فإن صلحت صلحة سائر وعمر فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر صلى الله عليه وسلم فإن انطقص العبد من فريضته شيئا قال الله لملائكته انظروا هل لعبني من تطوع الله أكبر الله يجمر نقص الفريضة انظروا والملك هو الذي يأمر ملائكته انظروا هل لعبني من تطوع فإن كان له من تطوع فأكملوا نقص فريضته من تطوعه الله بنفس الأجر إذن هي والفريضة سواء لا نضيع الفريضة لا نضيع النوافل هكذا كان الصدر الأول من الصحابة رضون ضع عليهم ومن تبعون بإحسان كانوا لا يفرقون بين الفرائض والنوافل في اغتنام ثوابهما نعم الله أكبر في اغتنام ثوابهما وسأبين لحضرتك وللأخواننا وأمتنا الحبيبة فضل النوافل وعظم النوافل وأجر النوافل ربما في حلقة أقدمية نعم أكمل بس الحديث سيدي يقول عليه الصلاة والسلام يقول الله لملائكته انظروا هل لعبني من تطوع فإن كان له من تطوع فأتم لعبدي فريضته من تطوعه فالعبارة الباء الجميلة جدا في آخر الحديث قال عليه الصلاة والسلام ثم يكون سائر عمله على ذلك إذن النوافل تجبر نقصان الفرائض نعم الله أكبر فاتنا خير كثير يا مولان أي والله فاتنا خير كثير أسأل الله أن يجبرنا اللهم أمين يا رب يعني رسالة من فضلتك للأمة ولغيرها يا أمة الحبيبة حافظ على فرائض الإسلام وأركان الدين فوالله الذي لا إله غيره لقد كنا أذل قوم فأعزن الله بهذا الدين فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله ولغير المسلم أقول له حقق التوحيد أولا فهو أعظم الفرائض وأول الفرائض ولا يقبل الله منك ولا مني ولا من أحد عملا إلا بعد تحقيق هذا الفرض الأول ألا وهو أن تفرض الله وحده بالألوهية والعبادة نقطة خطيرة سمعنا أن تكون مدخلا في الحلقة القادمة في إذن الله تعالى شكرا وزلتك على هذا اللقاء شاهدين الكرام نشكركم ونشكر بسكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضلة الشيخ الدكتور محمد حسام وحتى يضمن لقاء جديد نستوضعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم